واحدة من العربيات اللي اطلبت مني كتير في القناة خصوصا من بشمهندس أحمد عطي اللي طلب مني العربية في تعليقات نص الحلقات اللي فاتت تقريب هي عربية صينية لكن بتقدم بكواليتي وجودة عربيات أوروبية وفيها أوبشن وعمل أمان لعربيات ألمانية وكل ده بسعر عربات كورية أنا عمر سليم ودي الجيتور إكس 95 عشية 22 قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة لأن اليوتيوب مازال بيقولي أنه أكتر من 90% من المشاهدين مش مشتركين أصلا في القناة وده بصراحة رقم كبير جدا يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة جيتور شركة أو علامة تجارية مملوكة الشركة تنتج عربية سبع مقاعد وحتى الآن أنتجوا عربيتين فقط هم الإكس 70 اللي عملنا لها حلقة تفصيلية أو مراجعة تفصيلية قبل كده والإكس 95 اللي موجودة معنا النهاردة الجيتور الإكس 95 بتتصنف على أنها عربية متسايز SUV ويتخيلوا أن العربية العملاقة دي كلها متصنف على أنها عربية متوسط الحد إكس 95 بتتقدم بفئتين والفئة اللي موجودة معنا النهاردة هي الفئة التانية والأعلى الفئتين من العربية بيجوا بمطور 1600 سي تربو بيقدم 197 حصان 290 نيوتروميتر عز والمطور ده هنلاقيه متوصل على فتيس أوتوماتيك مكوّن من 7 نقلات دي هو الكلاتش ويت لما نجي نبص على الدخلية بتاعة الكابوت هنلاقي إن المطور العربية متقفل بالكامل من الفيبر وليه غطى قفل المطور بالكامل ودي حاجة إحنا مش معتدين نشوفها غير في العربية اللاكشر أو العربيات الفخمة هنلاقي فيه فتحات بس فيه الغطى دي علشان تقدر توصل البطارية فيه الظروف الطرقة وغطى تاني للمطور والغطى بتاع المطور ده حتى لما تيجي تفتحه هتلاقي تحتيه غطى آخر للمطور وده بيزود من العزل بتاع الصوت والحرارة للمطور هنلاقي إن كافر المطور عليه بصمة شيري وزي ما قلنا إن شركة جيتور هي أصلا شركة مملوكة وتابعة لشركة شيري وهنلاقي كمان غطى خاص بإربة الميا بتاعة العربية وهي هنلاقي إن مية المساحات فقط هي اللي برزة لبرة بالغطى اللي باللون الأزرق علشان يبقى سهل الوصول لها كابوت العربية هنلاقيه بيتم فتحه عن طريق مساعدين على الجنبين من الكابوت والكابوت من الداخل فيه عزل للصوت والحرارة والجزء السفلي من المطور هنلاقي فيه مصفحة للمطور ويفتيس التصميم الأمامي للعربية هنلاقيه شكل هجومي أوفاخ وده مقصود جدا في الطابع العامل العربية نهاية قدم فخامة هنلاقي إن أكتر حاجة مميزة في وش العربية الشبكة الكبيرة جدا الواخدة وش العربية بالكامل الإطار بتاع الشبكة ميكس ما بين النيكل كروم اللامع والمط والجزء الداخلي من الشبكة هنلاقيه من البيانو بلاك وفيه كده نجوم من النيكل كروم علشان تدي طبع فخامة الوش العربية الجزء العلوي من الشبكة هنلاقي فيه زي رمشي كده عليه البصمة بتاع الجيتور بالنيكل كروم اللامع على خلفية من البيانو بلاك تحت العلامة بتاع الجيتور هنلاقي فيه كاميرا أمامية والعربية بيبقى فيها 360 درجة كاميرات بعد كده عندنا الفانوس بتاع العربية وفانوس العربية شكله مميز جدا والداخلية بتاعته برضو شكلها مميز هلاقي ان الفانوس اضاقته بالكامل من ال-LED وفيه 3 عدسات داخلية بيشتغلوا كاداءات اساسية للعربية وفوق العدسات هنلاقي فيه الاشارات الجانبية بتاعت الفانوس اشارات ديناميك او اشارات متحركة وهنلاقي على الجنب كده فيه البصمة بتاعة جيتور فول LED تكنولوجي اللي بتأكد لك ان الفانوس بالكامل بتكنولوجية ال-LED في الجزء الوسطي من الاكسضام هنلاقي فيه ال-day light بتاع العربية متقسم لأربع قطع كده او اربع اضاقات شكلهم شيك النيكل كروم اللامع وفي الكافر الريبيانو بلاك ده هنلاقي فيه حاسيات الركنق الامامية الجزء السفلي من الاكسضام هنلاقي فيه زي سبلتر او شنب كده باللون الاسود المط والجزء الوسطي منه معمول باللون الفضي ومدي طبع هجومي وفخ من وش العربية العربية زي ما احنا شايفين ان تصميم الامامي بتاعها هجومي جدا وملفت للنظر ده كده كان الشكل الامامي تعالوا مع بعض نشوف الشكل الجانبي تصميم الجانبي اللي العربية هنلاقي عملاق وفخم وفيه تفاصيل كتير هنلاقي ان فيه خط كتف حد بدأ من الرفرف الامامي ومكمل لغاية نهاية العربية بعد كده عندنا الميراية الجانبية الميراية حجمها كبير وكشفة الجنب بصورة كويسة جدا الميراية نفسها فيها اشارات جانبية من الـ LED وفي الكافر الخلفي من الميراية هنلاقي فيه حلية كده من النيكل كروم اللامع الميراية نفسها تحكم فيها كهرباء وميراية تضم كهربائي بالإضافة ان فيها خاصية التسخيم وميراية الجانبية فيها نظام التحذير من النقطة العامية في الجزء السفلي من الميراية هنلاقي فيه الكاميرات الجانبية بما ان العربية فيها 360 درجة كاميرات بعد كده عندنا المقبض بتاع الباب ومقبض الباب هنا هنلاقيه بيجي من النيكل كروم اللامع وهنلاقي فيه الزرار بتاعت الكيلس انتري او الدخول بدون مفتاح برضو المقبض هنا مكمل جدا الشياكة والفخامة بتاعت جانب العربية او باب العربية مفتاح العربية شكله شيك جدا وبيجي بمفتاحين واحد لونه ابيض واحد لونه جري هنلاقي سلوتهم زهرة دلوقتي قدامكم على الشاشة لما نيجي نفتح الباب بتاع العربية هنلاقي ان الباب فيه عتب خارجي باللون الاسود المط والعتب ده زي ما قولنا قبل كده بيعمل عملية حماية للجزء الداخلي او العتب الداخلي من العربية من السوايل والامطار بعد كده عندنا الجانت بتاع العربية والجانت بتاع العربية هنا جانت كبير مقاس 20 بوصة هنلاقي جانت شبيه جدا للعرابيات المارسيدس وجانت فعلا مقدم فخامة لجنب العربية و sommesلاقي ان الكليبر الخاص بالفرامي المعمول باللون الاحمر عشان يدي شكل رياضي اضافي للجانت بتاع العربية والبروفيل بتاع الكويتش هنلاقيه امرحان 255 على 45 وده بروفيل مناسب جدا للحجم العربية بالنسبة لخلوص الأرض بتاع العربية فالعربية ارتفاعها عن الأرض 21 سنتيه وده ارتفاع مناسب جداً للمساحة أو الحجم الكبير بتاع العربية الجزء العلوي خالص هنلاقي فيه روف راك باللون الاسود البيانو بلاك ومتعام برضه باللون السلفر وهنلاقي على ثقف العربية فيه فتحة ثقف بانوراما واخدى 30 مساحة السقف التاع العربية الجزء السفلي خالص هنلاقي زي ما قلنا فيه جزء كده رابر باللون الاسود المط وبرده فيه حالية من النیکل كروم اللام زجاج الجانبي فيه حلية كده من البيانو بلاك اللامع وفي الأسفل زجاج هنلاقي فيه برضو حلية من النيكل كروم اللامع بتمشي بجنب العربية بالكامل وتبدأ تلف على الجزء الخلفي من العربية ده كده الشكل الجانبي من العربية تعالوا مع بعضا نشوف الشكل الخلفي الدزاين الخلفي أو التصميم الخلفي هنلاقيه متماشي جداً مع الشكل الأمامي ومكمل جداً برضو الهجومية والفخمة بتاعة العربية هلاقينا أكتر حاجة مميزة في ظهر العربية هي الفوانيس الخلفية الفانوس الإضاءة بتاعته بالكامل من الLED والفانوس معمول بالكامل من اللون الأحمر أما الإشارات الجانبية أضواء الرجوع للخلف هنلاقيها موجودة في الجزء السفلي من الاكسدامة فالفانوس بصراحة شكل مميز ومختلف عن العربيات اللي في نفس الفئة بين الفانوسين هنلاقي فيه البصمة بتاعة جيتور بالحجم الكبير ومدية فخامة الظهر العربية وعلى يدك اليمين هتلاقي فيه البصمة بتاعة الـ X95 والبصمة بتاعة 350T ولكن دي بصمة زائفة العربية مش 3500 سيسي أو مش 350 حصان وهلاقي جزء السفلي من الاكسدام معمول باللون الاسود المط ومدمك فيه حسات الركن الخلفية ودي بتساعد مع كاميرا الرجوع للخلف الموجودة جنب زرار فتح الشنط زي ما قولنا العربية فيها 360 درجة كاميرات هنلاقي برضو في الجزء السفلي من الاكسدام فيه حلية كده من النيكل كروم اللامة وهنلاقي على جنبين من الاكسدام فنوس فيه إشارات الجانبية ولمبة الرجوع للخلف وفوانيس دباب أو فوق لايتس على جنبين الاكسدام كده في الجزء الوسط هنلاقي فيه شكل كده فتحات تهوية ولكن دي فتحات تهوية وهمية مش حقيقية مقفولة كشكل أو منظر فقط لجنب الاكسدام وفعلا مدين شكل كده رياضي لدهر العربية في الجزء السفلي خالص من الاكسدام هنلاقي فيه فتحتين شاكمان معمولين بالنيكل كروم اللامة ودي فتحات شاكمان حقيقية مش شكلة أو منظر فقط في الجزء العلوي خالص هنلاقي فيه سبويلر حجمه كبير كأنه طاير كده فوق الإزاز الخالفي من العربية وهلاقي لمبة السطوب اللي موجودة في نص السبويلر على شكل كلمة جيتور ومدينها فعلا علامة مميزة لظهر العربية واللمبة دي الإضاءة بتاعتها بتزيد لما بتدوس على الفروم في الجزء العلوي خالص على سقف العربية هنلاقي فيه الأنتنة بتاعت الراديو على شكل الشارك تيل أو زعنيفة القرش الزجاج الخالفي من العربية بيبقى الزجاج معتم أو فاميه وبيبقى تحتيه كده فيه حليا من النيكل كروم اللامة اللي بتبقى موجودة في جنبين العربية وتبدأ تلف حولين الزجاج الخالفي بالنسبة لشنطة العربية فبيتدم فتحها من خلال انت بتمرر رجلك أو بتعدي رجلك من تحت الإكسدام الخالفي لما يبقى المفتاح في جيبك أو من خلال إزرار الموجود في مفتاح العربية لما بتدوس على الزرار موجود في مفتاح العربية شنطة العربية بتفتح فتح كامل وشنطة كهرباء فتح كهربائي بالكامل هنلاقي إن المساحة بتاعت شنطة العربية وإنت فاتح 3 صفوف كراسي بتبقى 103 لتر ودي تعتبر مساحة صغيرة ومساحة يعني مش هتحط فيها أغراض كتير ولكن دي مساحة طبيعية بالنسبة للعربية فيها 3 صفوف مقاعد لو إنت عايش تزود المساحة الخلفية بتاعت شنطة العربية تقدر تطني مقاعد الصف الثالث عن طريق الشدادين اللي موجودين هنا في ظهر الكنبة وساعتها المساحة هتزيد معاك لـ 1130 لتر ودي مساحة عملية جدا وكويسة ومناسبة جدا للعربية SUV خصوصا إن إنت معاك ارتفاع العربية بالكامل تقدر تحط فيه كل الأغراض أو الأمتاع اللي إنت محتاجها والمساحة دي ممكن تزيد معاك أكتر لو إنت تنيت مقاعد الصف الثاني هيبقى ساعتها معاك 1980 لتر يعني مقاعد يقرب من 2000 لتر ودي مساحة برضو عملاقة هتقدر تحط فيها كل الأغراض اللي إنت محتاج تشيلها معاك بالنسبة لشنطة العربية هنلاقي إن ما فيه شف التحميل وإن الشنطة نفسها متساوية مع ظهر العربية وهتلاقي هنا كده فيه رف فيه مساحة تخزين صغيرة محطوط فيها بعض الأدوات الخاصة بالعربية زي سترة نجاح ومثلث ومعدات الخاصة بتغيير الجنط الجنط بتاع العربية زي ما إحنا عارفين فيه العربيات من النوعية دي بيبقى معلق أسفل العربية وده علشان يوفر المساحة الداخلية للثلاث صفوف مقاعد فيه المكان بتاع الصف الثالث هتلاقي فيه على الجنب الشمال كده فيه تحاكمات خاصة بيه التكييف في الجزء الخلفي من العربية ودي إضافة كويسة جداً إن الراجبين فيه الصف الثالث يقدروا يتحكموا فيه سرعة مروحة التكييف الخاصة بيه شنطة العربية على إيدك الشمال هتلاقي هنا فيه فتحة ولاعة 12 فولت أو 120 وط ودي خاصة بالمبرد الخاصة بالرحلات بيبقى فيه مبرد كده تقدر تحطه فيه العربية حيث ان انت لو مساف الرحلة أو مسافات طويلة تقدر توصله بالفتحة الوليعلة موجودة في شنطة العربية الشنطة تقدر تقفلها من خلال الزرار الموجود هنا فيه باب الشنطة أو من خلال الزرار الموجود فيه المفتاح بتاع العربية دي كده المساحة بتاعت الشنطة وهي الشكل الخلفي للعربية تعالوا مع بعض ندخل جوه الـ X95 ونشوف الـ Option اللي بتقدمه لنا النهاردة الانطبع اللي هيجيلك لما تركب جوه الـ X95 ان انت راكب جوه عربية فخمة بطبع أوروبي هتلاقي ان الخامات الداخلية بتاعتها العربية كلها عالية الجودة ومكس ما بين الجلود والربر الصفت الجزء العلوي ده من التابلوب الكامل معمول من الربر الصفت وفيه خياطة كده من ديك طعبة ان التابلوب ده ماكسي من الجلد وبالفعل الملمس بتاعه كده مديك شوية إحساس الجلد والخامة بتاعت الربر الصفت دي هتلاقي متمله معاك فيه الجزء العلوي من الأبواب هتلاقي ان الجزء العلوي من الباب ده بالكامل معمول من الربر الصفت وبرضو فيه شكل الخياطة كده اللي بتحسزك ان الجزء ده معمول من الجلد والجزء اللي في نص الباب معمول من الجلد وفيه خياطة باللون الأبيض كده على شكل سانبوكسات شكلها شيك ومدية فعلا فخامة للداخلية بتاعت الباب وهتلاقي المقبض بتاع الباب برضو متبطن من الجلد بالخياطة اللي باللون الأبيض وفيها تبطينة من السفنج علشان تبقى مريحة لسندة ايدها والجزء السفلي من الباب فقط هو اللي هتلاقيه معمول من البلاستيك الناشف الجزء اللي في نص التابلو ده هتلاقيه معمول من البلاستيك البيانو بلاك ولكن ده بيشتغل كإنبيانت لايتس للعربية لما بتيجي تشغل الإضاءات بالليل وتحته هتلاقي فيه جزء برضه متبطن من الجلد الحقيقي وفيه خياطة باللون الأبيض هنلاقي برضه تحت جزء الجلد اللي في التابلو ده فيه حلية كده من النية الكروم المطمد ديها الشياكة وفخامة للتابلو بتاع العربية أما الجزء السفلي خالص من التابلو اللي هيبقى بعيدة عن ملمس إيدك هو فقط المعمول من البلاستيك الناشف بنسبة لعجلة الكيادة بتاعت العربية فهي عجلة الكيادة شكلها شيك وفخمة في نفس الوقت هتلاقي الدزين بتاعها خصوصا في المنطقة بتاعت الكنترولات دي شبيهة جدا بالمرسيدس نفس شكل التحكمات اللي موجودة في المرسيدس في الفئات الأخيرة منها عجلة كيادة متبطنة من الجلد وجلد عالي الجودة مع خياطة باللون الأسود وهنلاقيه ميكس ما بين خمتين من البلود الجلد اللي هو فيه فتحات تهوية والجلد المسمط وهنلاقي فيها كده تطيامات من النيكل كروم المط الدريكسيون بتاعت العربية شكله مميز وفيه كلمة جيتور كده باللون من نيكل كروم المط في النص مديها شكل فخامة للدريكسيون على يدك الشمال هتلاقي فيه التحكمات بتاعت الكروس كنترول أو المثبت السرعة وزرارة تحكم فيه الشاشة الوسطية بتاعت العربية أما على يدك اليمينف هتلاقي فيه زرارة تحكم فيه المالتي ميديا بتاعت العربية وزرارة تحكم فيه الأوامر الصوتية والتحكم فيه تليفونك عن طريق البلوتوس في مناطق التحكمات اللي موجودة في الدريكسيون دي في الداحيتين اليمين والشمال هنلاقي فيه زي تاتش بار كده باللون الأسود ده نفس اللي موجود برضو في المارسيدس الفئات الجديدة شابه شوية بالزرار اللي كان موجود فيه البلاك بيري أيام زمان اللي بيتيح ليك التحكم فيه الوظائف المختلفة عن طريق اللمس ودي بصراحة option وإضافة كويسة جداً للعربية في الفئة السعرية دي وكمان في الفئة أو category اللي العربية دي محطوطة فيها وراء الديركسيون هنلاقي فيه شفتات برضو ودي هتتيح ليك إن انت تقدر تغير ما بين السبع نقلات بتول العربية بطريقة manual ولكن في نفس الوقت بطريقة رياضية وممتعة وراء الشفتات هنلاقي فيه إدراعات المتعرف عليها بتاعت المساحات والإضاءة والعربية فيها حساسات مطر وإضاءة بالنسبة للعدادات بتاعتها العربية واللي هي تعتبر من أكتر الحاجات المميزة لداخلية العربية هنلاقي إن الشاشة بتاعت العدادات هي شاشة ديجتال مقاسها 12.13 بوصة والشاشة بتاعت الانفوتيتمنت أو الشاشة بتاعت الترفيه برضو مقاس 12.13 بوصة والشاشتين واخدين شكل متصل كده بالزبط زي العربيات المرسيدس وحتى السيم بتاعت الشاشات أو النظام التشغيل بتاعت الشاشات مقتبس جداً من العربيات المرسيدس هنلاقي إن شاشة العدادات بتاعتها عالي والألوان بتاعتها واضحة جداً والبناء بتاعتها هتلاقيها واضحة جداً حتى فيه أشعة الشمس هتلاقي إن الشكل بتاعة الشاشة ده متغير بتالت أشكال مختلفة لما تخش جوه الـ SETICS تاعة العربية وتقدر تخش فيه السيمز هتقدر تغير ما بين الاسبورت اللي هو موجود باللون الأخضر ده ده الشكل الرياضي ونلاقيه برضو شبيه جدا بالشكل اللي موجود فيه المارسيدس أو الوجهة اللي موجودة فيه مارسيدس بعد كده عندنا الكلاسيك اللي هيحاول العربية أو شاشات لللون الأزرق وآخر وضع اللي هو وضع الادفانسد اللي هيديك شكل برضو باللون الأحمر والثلاث أوضاع هلاقيهم قريبين جدا فيه الشكل لأوضاع الخاصة بشركة مارسيدس دي حاجة أكيد مش من محل الصدفة وأكيد حاجة معصودة هلاقي إن شاشة الترفيه بتاعتها العربية حتى النظام التشغيل بتاعها شبيه جدا بالموجود فيه العربية المارسيدس وشاشة العدادات هنا تقدر تحكم فيها زي ما قلنا عن طريق الجزء اللي موجود فيه الديوكسيون على إيدك الشمال هيارض للكمبيوتر الرحلات ودرجة الحرارة وبعض المعلومات الأساسية اللي انت تكون محتاجها قدامك على الشاشة لما نيجي لي الجزء الوسطي من التابلو اللي هو فيه شاشة الترفيه هلاقي إن شاشة الترفيه نفس الريزيليوشن بالزبط بتاع شاشة العدادات عالية الجودة هلاقي فيها اوبشن كتير وفيها كل التحكمات الخاصة بالعربية تقدر تخش جوه اسكار سيتنجز أو السيتنجز بتاعتها العربية وتتحكم في كل الابشن الموجود في العربية زي استيم والبويس والساوند والسكرين أو شكل الشاشة بالإضافة إن الشاشة فيها خاصية الأبل الكربلاي والأندرويد أوتو فالشاشة فيها وظائف كتير جدا تقدر تغير ما بينها من جوه السيتنجز بالنسبة لنظام الصوتي بتاع العربية فالعربية فيها 11 سماعة وساب ووفر ودي برضو نظام صوتي ممتاز جدا في العربية بالحجم ده الصوت بتاعه واضح والباس بتاعه قوي وهنلاقي إن السماعات اللي موجودة فيه الأبواب التويترات اللي موجودة في الجزء العلوي كده وحدة شكل التويترات أو السماعات الخاصة بين مارسيدس فواضح جدا التأثر والاقتباس الكبير من شركة جيتور هنا للعربية المارسيدس تحت الشاشة بتاعت الترفيه هنلاقي فيه فتحات التكييف الوسطية وحولها كده إطار من النيكل كروم اللامع كحالية أو ديكور وبين فتحتين التكييف هنلاقي فيه الزرار بتاع التحذير الرباعي من البيانو بلاك وعليه برضو إطار من النيكل كروم اللامع تحت فتحات التكييف اللي موجودة في النص هنلاقي فيه الكنترول الخاص بالتكييف والكنترول هنا بيجي عبارة عن شاشة مقاسها 9 و 7 من 10 بوصة شاشة ألوان والريزوليوشن بتاعها واضح جدا طبعا تكييف العربية بيبقى ديول زون وهنلاقي ان فيه بكرتين كده فيهم شاشات بتعرض لك درجة حرارة كل منطقة على حدة والبقرة نفسها هتقدر تحكم منها فيه برودة التكييف كنترول بتاع التكييف هنا هنلاقيه بصراحة شكله مميز واخد طابع كده الرينج روفر أو العربيات الأوروبية بعد كده عندنا الجزء الوسطي ده الخاص بيه الفتيس الكنسول اللي في النص ده هنلاقيه متبطن من الجنبين كده بالجلد وفيه خياطة باللون الأبيض ندية برضو شكل فخامة كده لليه الكنسول اللي موجود في النص والكنسول نفسه معمول بالبيانو بلاك علشان يتماشى مع الشاشة الخاصة بيه كنترول التكييف فهمكملة جدا الشياكة وفخامة بتاع الكنسول الوسطي هنلاقي ان الفتيس العربية بيبقى شفت باي واير والمقبضة بتاع الفتيس نفسه معمول من البيانو بلاك اللامة وحوالين الفتيس كده فيه إطار من النيكل كروم المط وهنلاقي فيه الزرار الخاص بيه الهند بريك الإلكتروني وزرار خاص بتشغيل أو إيقاف خاصية الأوتو هولد وزرار بيشغل الكاميرات التلتمية وستين درجة على الشاشة بعد كده عندنا بكرة كنترول كده وحواليها أربع زرائر ويه الكنترول ده هو الخاص بتحكم فيه الشاشة بتاعت الترفيه هنلاقي ان هي بكرة كده تقدر تلف وفي نفس الوقت ماوس كده تقدر تحركه يمين وشمال والفوق والتحت وفيه برضو دوسة انتر لجوه أو أوكي لجوه وحواليه أربع زرائر الخاصة بيه الهوم والسيتينجز وزرار بتاع الباور يقفل أو يفتح الشاشة وزرار الباك اللي بيرجعك خطوة الورا جنب المنطقة بتاعت الفتيس هنلاقي فيه درج طويل لما نيجي نفتحه هنلاقي فيه اتنين كاب هولدر مسحتهم متوسطة وهنلاقي فيه فتحة ولاعة 12 فولت أو 120 واط وفتحة USB علشان تقدر توصل موبايلك بشاشة الترفيه بتاعت العربية والدرج بتاع المنطقة دي بصراحة الماتير اللي بتاعته حلوة جدا وبيقفل كده بطريقة ماجناتك فشكله شيك وفخم في نفس الوقت تحت المساحة بتاعت الفتيس والاتحاكمات دي هنلاقي فيه مسند هنا فيه الجزء الوسطي والمسند ده هنا المساحة بتاعته عريضة متبطن من الجلد وعليه برضو خياطة باللون الأبيض مسند مساحته كبيرة بصراحة وممكن السقك والمرافق للسقك اللي اتنين يستندوا عليه بطريقة مريحة جوه المسند ده هنلاقي فيه مساحة تخزين بتفتح من خلال الزرارة الموجود هنا ونلاقي ان المسند بيفتح برضو بطريقة شبيهة إلى العربية المارسيدس اللي بتفتح على الجنبين والمساحة بتاعت التخزين دي عميقة لتحته ومساحة واسعة ممكن تحط فيها أغراض كتير بالنسبة لمساحات التخزين التانية اللي موجودة في العربية هنلاقي ان الدرج بتاعته تبلوء المساحة بتاعته واسعة تقدر تحط فيه أغراض كتير ونلاقي إن إن فيه مساحات تخزين تانية موجودة على الجنبين في الأبواب الجانبية مساحة تقدر تحط فيها إزازة مية متوسطة وتحط فيها محفظتين كوبار جنب بعض أو حاجة في سمك محفظتين كوبار جنب بعض بالنسبة للزرارة الموجودة هنا على شمال الساقق فهتلاقي فيه الوحدة الخاصة بالتحكم فيه المريايات الجانبية والمريايات الجانبية زي ما قولنا مريايات تحكم كهربائي ومريايات ضم الكهرباء بالإضافة إن المريايات نفسها فيها كشف النقط العميل هنلاقي برضو الزرارة خاصة بتشغيل أو إيقاف الأصوات بتاعت السنسور بارك وزرارة خاصة بفصل أو تشغيل خاصية تراكشن كنترول أما على إيدك اليمين فهتلاقي هنا الزرارة خاصة بالستارتة ان ستوب انشين واللي بيشغل العربية وحواليه كده إطار من النيكل كروم المط مدي شكل شيك وسهل الوصول ليه في نفس الوقت بالنسبة للتحكمات الموجودة هنا في باب الساقق فهتلاقي فيه التحكمات فيه الأربع زجاجات والأربع زجاجات بينزلوا أو يطلعوا أوتوماتيك بالكامل وهنلاقي فيه اصدرارة بتاعت فتح أو غلق السنترلوك جنب المقبض بتاع فتح الباب هنلاقي فيه جزء كده فيه الباب معمول من البيانو بلاك وده بيشتغل كأمبيانت لايتس أو إضاءات خفية داخل العربية عبارة عن مربعات بتدي إضاءة كده شكلها فخمة فيه داخلية العربية الإضاءة دي ممكن تغيرها من خلال السيتنجز بتاعت الشاشة ممكن تخليها متغيرة أو ثابتة على حسب راحتك وفيها أوضاع كتير جدا في الجزء العلوي هنا هنلاقي فيه مراية وسطية كبيرة كشفة الظهر العربية بصورة كويسة جدا والمراية نفسها فيها تعتيم ذاتي في الجزء العلوي خالص هنلاقي فيه هنا جراب نضارة مساحة بتاعته متوسطة والجزء الداخلي منه متبطن بالقطيف علشان يحافظ على نضارتك وهنلاقي فيه التحكمات الخاصة بأضواء الكراءة والإضاءات هنا بتبقى من الهالوجين ولكن الإضاءة بتاعتها كويسة بالإضاءة إلى التحكمات الخاصة بفتحة السقف البانوراما والسطارة الداخلية تقدر تقفل أو تفتح السطارة الداخلية وفتحة السقف كمان ممكن تفتحها لغاية ما بتوصل لنص العربية بالنسبة للكراسي بتاعتها العربية فالكراسي بالكامل من الجلد وجلد بتاعتها عالي الجودة هنلاقيها برضو مكس ما بين الجلود اللي فيها فتحات هوية وجلد المسمط ونلاقي برضو فيها خياطة باللون الأبيض كده لمديها فخامة للداخلية بتاعة العربية والكرسي نفسه فيه دعمات جانبية كده فبتحتوي الراكد بصورة كويسة جدا وهنلاقي إن الكراسي الأمامية كرسي السائق والمرافق للسائق تحكم فيها بيبقى قهربة بالكامل ده كده كل أوبشن موجود في الجزء الأمامي من العربية تعالوا مع بعض نجرب الصف الثاني من الكراسي أنا دلوقتي راكب فيه الصف الثاني ورا كرسي السائق ومزبط كرسي السائق على وضعية القيادة الخاصة بيه هلاقي إن أنا ببقى مرجع الكرسي الورى ومرجع كمان الظهر الورى ووضح جدا إن الكرسي راجع وراء القايم الوسطي من العربية فدي وضعية قيادة مريحة جدا للسائق اللي بيبقى راكب في العربية هلاقي إن أنا قاعد مرتاح جدا فيه مسافة كويسة جدا ما بيني وما بين الكرسي الأمامي رجلي مش لمسة تماما الكرسي الأمامي وفي مساحة برضو تحت الكرسي أقدر أمدي فيها رجلي بطريقة مريحة وبقاعد بشكل مريح الكنبة بصراحة أنا حاس أن هي ممكن تاخد تلاتة بلغين بصورة كويسة وبطريقة مريحة خصوصا أن الجزء الوسطي هنا ما فيهوش نفق في تيس تماما الأرض متساوية فاللاكب في الجزء الوسطي هنا هيبقاعد مرتاح وما عندوش أي مشاكل الماتاريا اللي بتاعت الصف التاني هنلاقيها بالزبط نفس الجودة بتاعت الكراسي الأمامية معمولة من جلد عالي الجودة وفيها ميكس ما بين الجلد المسمط والجلد اللي فيه فتحات تهوية برضو فيها خياطة باللون الأبيض وهنلاقي إن الجزء اللي في نص الكنبة هنا فيه مخدع وسطي مخدع بصراحة مساحته كبيرة ممكن الاثنين اللي يدين فيه الكنبة الوسطية هنا يسندوا عليه الطريقة مريحة وهنلاقي بيتوسطه اثنين كابهولدر هنا مسحيتهم متوسطة للنسبة لمساحات التخزين اللي موجودة هنا فيه الجزء الوسطي من العربية هنلاقي إن بيبقى فيه الجيوب المتعرف عليها فيه ضهر الكرسي بتاع السقق والمرافق للسقق الجيوب هنا مسحتها كبيرة وهنلاقي برضو فيه الجزء العلوي كده فيه جبان إضافيين ممكن تحط فيهم الموبايل الخاص بيك وهنلاقي كمان فيه مسحات تخزين موجودة فيه الأبواب الجانبية مساحة ممكن تحط فيها إزازة مية متوسطة ومنبقها برضو ممكن تحط حاجة في سمك محفظة كبيرة في الجزء الوسطي هنا هنلاقي فيه فتحتين تكييف لركاب بتوع الصفق الثاني مسحتهم كويسة وإضافة كويسة وحولهم إطار من البيانو بلاك والنيكل كروم اللامع فمدية برضو شكل فخامة والشياكة في نفس الوقت تحت فتحات التكييف هنلاقي فيه فتحتين USB خاصين بشحن الموبايل وتحت فتحات USB ده هنلاقي فيه مساحة واسعة كده تعتبر بمساحة تخزين وللأسف مساحة التخزين دي كان بينزل فيها في الأول فيشة سلسية ومساحة تخزين أو درجة خاصة بالتخزين ولكن الوكيل لغى الفيشة السلسية من العربية وده نتيجة سوق الاستخدام شوية من بعض العملاء وزي ما بنقول دايماً يا جماعة الفيشة السلسية اللي بتنزل في أي عربية بتبقى خاصة باستخدام بسيط يعني فيشة لابتوب فيشة موبايل أو شحنة موبايل ولكن مش للاستخدامات الحاجات التقيلة اللي بتسحب كهرباء كتير ولكن بعض الناس مبقاش عندهم المعلومة دي فأحياناً بيسبب مشاكل أو يسبب أفلات ومشاكل كهربائية داخل العربية في الجزء العلوي من العربية هنلاقي فيه فتحة السقف البنوراما واصلة لغاية رأس الصف التاني من الكراسي فتحة السقف البنوراما هنا مسحيتها كبيرة وركاب الصف التاني هيقداروا يستمتعوا بيها بشكل كويس جداً ولكن طبعاً الزجاج بتاع السقف أو فتحة السقف بيفتح لغاية نصف العربية ما بيفتحش فيه مساحة الخلفية في الجزء العلوي هنا هنلاقي فيه إضاءات كراءة موجودة في نصف العربية لكراسي الصف التاني وهنلاقي فيه فتحات تكييف موجودة فوق رؤوس الركاب الموجودين في الصف التاني وهنلاقي برضو فيه فتحات تكييف خلفية هنا لركاب الصف التالت برضو في الجزء العلوي وزي ما احنا عارفين درجة توزيح التبريد بتاع التكييف بيبقى أفضل دايماً لما يبقى جاي من الجزء الأعلى أو الجزء العلوي من العربية والعربية هنا فيها نوعين من فتحات التكييف اللي موجودة هنا في نص العربية في الجزء السفلي وموجود برضو فتحات تكييف إضافية موجودة في الجزء العلوي أو في سقف العربية الكراسي بتاعت الصف الثاني تقدر تغير الوضع بتاعها عن طريق مقبض موجود هنا تحت الكرسي تقدر تطلع الكرسي لأدام أو لورا بالإضافة إن المخدع أو الظهر بتاع الكرسي برضو بتقدر تعدي الوضعية بتاعته من خلال المقبض الموجود فيه جنب الكنبة تقدر ترجعوا الورق أو تطلعوا الأدام والكراسي دي بتبقى متغيرتة أو ضع أو متحركة علشان يسهل من عملية الركوب للصف الثالث الصف الثالث من العربية بيبقى مخصص أكتر للأطفال أو أشخاص يكون حجمهم صغير وده لأن دايماً المساحة بتاعة الصف الثالث بتبقى أصغر مساحة في العربية من أكتر العيوب اللي موجودة في الصف الثالث هي زاوية الدخول زاوية الدخول بتاعة العربية هنا غير مريحة وتعتبر ضيقة شوية لأن الكرسي ما بيتمش طيه للأمام ولكن بيطلع لأدام شوية والضهر بيتني لأدام سنة بسيطة فبيسهل شوية من عملية الدخول ولكن ما بيتمش طيه بالكامل فيبقى أسهل أو يبقى مدي متسع للدخول والخروج من الصف الثالث ولكن بالنسبة لأطفال أو أشخاص حجمهم صغير مش تبقى مشكلة في عملية الدخول أو الخروج وده من الأسباب اللي هتخيريني مقدرش أصور مقاعد الصف الثالث بسبب عملية صعوب الدخول والخروج منها بالإضافة إلى صعوب التصورة ولكن هيزهر قدامكم بالوقت على الشاشة بعض اللقطات اللي بتبين الكنبة الخلفية الكنبة بتاعة الصف الثالث الماتيريال بتاعتها أو الخامات بتاعتها هي نفس الخامات المستخدمة في الكراسي الأمامية والوسطية كراسي من الجلد وفيها قياطة باللون الأبيض ونفس الكواليتي عالي الجودة وزي ما قلنا الكراسي الصف الثالث بتبقى مناسبة أكتر لأطفال أو ناس حجمهم صغير جيتور إكس 95 فيها وسائل أمان عبارة عن أربعة إرباج وإي بي اس وإي بي دي وإي اس سي بالإضافة إن فيها تراكشن كونترول وأوتو هولد وبريك أسيس وهيل ستارت أسيس العربية كمان فيها أنظمة التحذير من النقطة العامية وأنظمة التحذير من مغادرة المسار ومرأب الضغط إليترات وسائل الأمان دي تعتبر وسائل أمان مميزة جداً العربية في الكاتيجوري ده أو في الفئة السعرية دي وبتبقى موجودة في فئة سعرية أعلى من كده بكتير التعليق الوحيد اللي ممكن نقوله على وسائل الأمان إن عربية زي دي كان يفضل يبقى فيها ستة إرباج بدلاً من أربعة إرباج خصوصاً إنها عربية كبيرة وتتسع لسبع أشخاص أو سبع مقاعد إكس 95 تصلح جداً إن هي تكون عربية عائلية خصوصاً إن المساحة الداخلية بتاعة العربية واسعة وتتسع لسبع مقاعد أو سبع أشخاص ومساحات التخزين اللي في العربية برضو كبيرة ووسعة العربية شكلها هجومي أوفاق متصح برضو لحد يكون عائز عربية بتقدم فخامة ورفاهية إكس 95 بتتقدم بفئتين والفئة الأولى بيكون سعرها الرسمي 415 ألف جنيه أما الفئة التانية اللي موجودة معنا النهاردة بيكون سعرها الرسمي 470 ألف جنيه والأسعار دي هي الأسعار الرسمية بتاريخ تصوير الفيديو الفيديو ده برعاية جويش موتورز جويش موتورز من الأماكن الممازلة عندهم تنوع كبير في الفئات والماركات المختلفة للعربيات هسيب في ديسكريبشن وسائل التواصل مع فريق المباقات وهم يردوا على أي استفسيرات خاصة بأسعار العربيات أو أنظمة التأسيط المختلفة شكرا جدا لك إن انت شفت الفيديو لغاية دلوقتي قول عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وما تنساش الاشتراك في القناة واكتب لي في التعليقات إيه العربية اللي انت عايز تشوف لها مراجعة تفصيلية علشان نقدر نوفرها للحلقات اللي جاية زي ما احنا شايفين العربية دي اطلبت مني كتير في التعليقات وتلبية لرغبة كل الناس اللي طلبوها وفرناها النهاردة وعملنا لها مراجعة تفصيلية شكرا جدا لك مرة تانية وما تنساش الاشتراك في القناة واشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية السلام عليكم